موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الامارات اليوم التي عنونا ثلاث طالبات اماراتيات يبتكرنا سوارا لقياس نبضات القلب ابتكر ثلاث طالبات اماراتيات سوارا متصلا بخاتم يد لقياس نبضات القلب والتنبيه في حال انخفاضها او ارتفاعها لإسعاف المريض في اسرع وقت ممكن وذلك من خلال اصدار صوت تحذيري واطلقوا عليه اسم الجهاز المنقد للحياة ويعملون حاليا على تطويره وربط الانذار بالمستشفيات صحيفة الاتحاد الاماراتي عنوانات هيرمون يحسن الذاكرة والقدرات الحركية حسنت حقنة واحدة من جزء من هيرمون كلوثو المرتبط بطول العمر الذاكرة المكانية لدى فئران وذاكرة العمل لديها ونشطت خلاياها العصبية على ما اظهرت دراسة واعدة في معالجة امراض عصبية لدى البشر يضاف الى ذلك ان تأثيرات الادراكية الايجابية التي سجلت لدى الفئران الشاب والمسنة استمرت احيانا بضعة اسابيع والى صحيفة القباس الكويتية التي عنونت كعكة فواكه عمرها 106 اعوام محفوظة تماما عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 اعوام محفوظة تماما وصالحة للأكل في كوخ نائن بالقارة القطبية الجنوبية وقال العلماء ان الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطى ببقايا اناء من الصلب المطلي بالقصدير ويعتقد العلماء ان الكعكة تعود الى الفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكن سكوت من عام 1911 والى صحيفة البيان الاماراتية التي عنونت فندق يسجن نزلاءه داخل زنزانات ابتكرت ادارة احد الفندق في تايلاند فكرة تحويل غرف النزلاء الى زنزانات للزبائن الذين يرغبون بخوض تجربة دخول السجن ويقدم الفندق لنزلائه تجربة فريدة من نوعها تتمثل في اقامتهم داخل زنازين تشبه الى حد بعيد زنازين السجون الحقيقية والى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت جهاز دكي يتصل بالهاتف ويكتشف الامراض ويجري التحاليل طور مجموعة من الباحثين جهازا دكيا جديدا يحمل اسم تي ار اي يتصل بالهاتف دكي ليمكنه من اجراء تشخيص طبي اذ يعد بمثابة مختبر محمول يستعين به المستخدم في اي مكان موسيقى